اشتركوا في القناة التغييرات الجديدة وبنفس الوقت وش اللي نتوقعه من البورش في الجيل القادم وقبل ما ندخل في حلقتنا احب اني اشكر الشركات اللي شاركت معانا في الموسم الثاني واكيد الرعاة نجاح البورش مع الكين خلى البورش ذوق طعم النجاح طعم النصر حقق مبيعات خيالية بل انقذ الشركة من انها تفلس لذلك بعد النجاح الباهر حست ان فيه تعطش كبير للسيارات اللي تكون مرتفع شوي وتكون رياضية لذلك جتها الفكرة انها تطلع فئة اصغر من البورش الكين وتكون خلينا نقول مقاربة المستوى الكيمن والبوكستر يمكن كان الكيين في ذلك الايام كان يعتبر بديل الناين اي لفن جت بعده الباناميرا وبعدين قالت احنا نحتاج سيارة تكون يعني انتري لفل او تعتبر يعني مبدئية نقدر انه نجذب فيها زباين جدد وتكون يعني راس براس مع الكيمن والبوكستر ما اني متخيل ان الان صار لنا تقريبا عشر سنوات من اطلاق البورش المكان الايام تمشي بسرعة السيارة هذه صار عليها اكثر من فيسلفت ولكن البورش ما حبت انها تلعب في السيارة هذه بما ان عشاقها يعني على مستوى العالم بمئات الالاف يعني لكن تتخيل انها باعت من السيارة هذه من اطلاقها الاولي الى اليوم اكثر من ستمائة الف سيارة واحنا نتكلم على سيارة بورش وتقريبا ثمانين في المية من الناس اللي اشتروا هالسيارة اول مرة يشترون سيارة بورش في حياتهم سعرها جدا ممتاز تبقى تدخل في عالم البورش اول سيارة ممكن تخطر في بالك البورش المكان حتى العنصر النسائي كان لهم حضور كبير وعشق للبورش المكان لذلك في بعض الدول اكثر من خمسين في المية من الناس اللي اشترون البورش المكان هم من النساء ولكن البورش خلطتها في البورش المكان مختلفة شوي عن اللي سوتها في الكين الكين سيارة عائلية وسيارة كبيرة وسيارة البر ومنها الأمور لذلك فيها تكنولوجيا البر بشكل استثنائي وبشكل غير عادي لدرجة انها نافسة البي ام نافسة المرسيدس في فئات الاسيو في مع عداء الجي كلاس اللي في عالم آخر ولكن البورش المكان خلت الناس تفكر في الحربات اكثر من البر لذلك دخلت عليها القير البي دي كي او ما تتواجد الا بقير البي دي كي اللي هو القير الرياضي اللي شفناه في الباناميرا واكيد في الناين الفن والبوكستر والكيمن السبن ايتين فنقدر نقول ان السيارة هذه الستب حقها او الاعدادات حقها والتجهيزات وكل شيء حوالين السيارة هذه هو انك تطلع فيها حلبات وتستانس وتنبسط فيها التغييرات اللي صارت على السيارة كثير او تقريبا كل سنتين ثلاث سنوات يصير فيه تغييرات ولكن التغيير الكبير هو التغيير الاخير اللي طلعت المكان اس خلته ياخذ القوة اللي موجودة في المكان جي تي اس والمكان جي تي اس خلته ياخذ القوة اللي كانت في المكان تيربو وقفت التيربو قالت الجي تي اس هو عبارة عن مكان تيربو وجي تي اس في نفس الوقت فنحن نقدر نشوف انه صار 440 حصان بدل ما كان 380 حصان فنقدر نقول انه فيه 60 حصان زيادة رقم كبير نحن متعودين في البورش انه تزود 15 إلى 20 التورك زاد من 520 إلى 550 نيوتم متر فصار نفس محرك البناميرا الاس والفور اس اللي هو الـ 2.9 التيربو الـ V6 في الاول كانت تستخدم الـ 3.0 في المكان اس الان صارت المكان اس والمكان جي تي اس صارت تاخذ المحرك العنيف اللي هو الـ 2.9 أو الـ 2900 cc حتى الـ 4 سلندر التيربو صار عليه تعديلات وسولت شوي التيوننج علشان يعطيك رسبونس أفضل ويعطيك أداة أفضل وزودوا القوة اللي موجودة في المحرك هذا راح أتكلم بعد شوي عن تفاصيل وارقام المحركات سواء كانت في المكان أو المكان اس أو المكان جي تي اس الشغلة الجديدة اللي اشتغلت عليها في الفورشا في المكان الجديد أو الفيسلفت الأخير اللي هو نظام التعليق حاولت أنه تشتغل عليه يكون رياضي أكثر يكون استجابته أفضل فرح نشوف البازم أو البورشا اكتف سسبنشن منيجمنت نظام السسبنشن أو نظام التعليق الديناميكي واللي يتعامل مع الطريق حسب احتياجك أو حسب الطريق اللي كان اللي تموجود فيه سواء كان ناعم أو حلبة سباق أو طريق غير معبد أو في حفر ومطبات فتقدر أنك تخليه يكون مريح أو أنه يكون قاسي البازم رح يكون ستاندرد في المكان جي تي اس والمكان اس بينما تقدر تطلبه بشكل إضافي أو اختياري على المكان الستاندرد الاستجابة في النظام التعليق هذا الجديد رح يكون أسرع رح تكون القيادة فيه ممتعة أكثر رح ينزل السيارة تقريبا عن السيارات الثانية تقريبا بعشرة ملي علشان ينزل السنتر أوف غرافتي طبعا أكيد المكان جي تي اس لازم البورش تعطيه تميز أكثر في كل سيارات لكن في المكان الجي تي اس خلت نظام التعليق اللي بيكون الهواي بيكون أقسى شوي بعشرة في المية عن السيارات العادية وبينما في الخلف بيكون أقسى تقريبا يعطيها الديناميكية ويعطيك الإحساس الرياضي اللي بتشوفها أكثر من المكان اس أو المكان العادي بالإضافة للكرونو بيكيج والتورك فيكترينج رح تكون الأشياء هذه ستاندرد على المكان جي تي اس واللي تساعد السيارة إنها لما تكون في كورنرات أو في لفات أو في أكواع فتقدر توزع القوة بين الكفرات والتوائل الخارجية والداخلية رح تدفها للخارجية أكثر وتقلل اللي في الداخلية أقل مع التعاون مع نظام التعليق اللي يحاول إنه يخلي السيارة تكون أكثر ثبات في المنحايات أو في المنعطفات أو في حلبات السباق هذا فيما يخص التكنولوجيا اللي تكون تحت بدي السيارة واللي ما يشوفونها الناس الآخرين الشكل الخارجي رح نشوف إنه المكان جي تي اس يجي ستاندرد برنقات 21 وكفرات التوائر اللي تكون رياضية فتقدر أنك تشغلها بعد ما تخلص التمرين حق السيارة تقدر أنك تروح فيها الحلبة وتستانس وتنبسط الشغلة الأخرى اللي غيرتها أكيد عدلت شغلات في خارجية السيارة فرح نشوف إنه فيه تغييرات في مقدمة السيارة من جنب السيارة ومن الخلف صارت أجمل وأحلى وعصرية أكثر وميزت الجي تي اس باللمسات من بدء السيارة وبعد الأجزاء تكون باللون الأسود والإضاءة اللي تغيرت في الأمام وفي الخلف واللي دائما تميز الجي تي اس بالإضاءة اللي تكون مكحلة لما تجي تفتح باب البورش المكان أول شي رح تلقى نفسك راكب في سيارة سبورت وضعية الجلوس نازل الطابلون مرتفع انت راكب بورش رح تشوف عداد الار بي ام كبير وقدامك وباقي الأمور تكون صغيرة انت يهمك انك تسمع المحرك الممتع واللي بيعطيك الأداء الجميل داخل السيارة هذه فنقدر نقول التغييرات اللي صارت داخل السيارة في الكنسول اللي في الوسط صارت عندك الشاشة الكبيرة والعريضة الكنسول اللي تحت صار تاتش التغييرات في شكل القير صارت عصرية صارت واكب باقي سيارات البورشا رح تشوف داخلية قريبة جدا من الباناميرا قريبة من الكيين صارت زي ما قلت صارت عصرية وصارت حديثة ليما انها تتقربك للجيل القادم اللي رح تتكلم عنه بشكل سريع في نهاية الحلقة رح تشوف وضعيات الجلوس عندك انواع من الكراسي يتبع الكراسي العادية اللي تكون رياضية فيها جلد وفيها قماش اللي يمسك الساق ويمسك الركاب داخل السيارة وفي عندك الوضعيات اللي تكون الكراسي اللي تكون فل ادابتف او كهربائية بالكامل بحيث انها تعطيك دعم من الجوانب وحتى دعم من عند الافخاذ وتكون رياضية واتلم الركاب اللي موجودين في السيارة وعندك ما لا حصر له من الخيارات اللي تقدر انك تصمم سيارتك على مزاجك فرح تلقى البورش المكان في لستة طويلة عريضة من المواصفات اللي ممكن انك تخليها تكون او تعكس شخصيتك سواء من الالوان الخارجية او الالوان الداخلية والمواصفات اللي موجودة في السيارة لدرجة انك ممكن تكتب اسمك لما تفتح الباب رح تشوف تحت بليت او قطعة المنيوم ممكن انك تكتب اسمك او الشي اللي انت تحبه في المنطقة هذه من درجة ان السيارة هذه او من درجة ان العلامة هذه تحترم عملائها وتقول اللي تبغاه نسويه لك وزن السيارة اقل من اثنين طن او اقل من الالفين كيلو جرام هالشي يخلي السيارة تكون فعلا خفيفة كريشة مثل ما يقولون لا زالت السيارة تعتبر جيب ولكن وزنها اقل من الاثنين طن فنتكلم على الكين اول ما كان عفوا الجي تي اس وزنه الف وتسعمية وستين كيلو جرام او يبدأ من الف وتسعمية وستين كيلو جرام ويقدر انه يسحب او يقطر الى الالفين واربعمية الفين وخمسمية كيلو جرام اذا عندك مثلا بايك او سيارة رياضية خفيفة مثلا وتبغى تروح فيها الحلبة السيارة هذه قادر انها تروح معك وين ما تبي طبعا مثل ما تتوقع السيارة بتكون دفع رباعي مستمر والانظمة اللي موجودة في السيارة هذه جدا جدا معقدة رح تلقى انه فيه زر واحد اذا تبغى تطلع البر اللي هو الوفروت اللي يبدأ يشغلك البرنامج اللي داخل السيارة بحيث انه يقول لها ترى حيني طالعين بر فاذا كانت اذا انك حط عليها النظام التعليق المتكيف بنفس الوقت اللي يرتفع وينزل البر ويتعامل مع القير بحيث انه ما يغير القير بشكل كبير ويحاول انه يمسك الار بي ام اعلى ويشتغل مع نظام البريك ونظام لمسة البنزين كل الامور هذي علشان اتجهز السيارة انك تطلع فيها البر ولكن المتعة الحقيقية انك تاخذ السيارة هذي في حلبات السباق لو ناخذ ارقام المحركات نبدأ الاربع سلندر اللي هو الالفين سي سي طبعا تيربو صار ميتين وخمس وستين احصان واربعمية نيوتن متر العزم والتصارع من صفر الى مية في ستة فاصلة اربع ثواني ولو ركبت على سيارة هذي او طلبت عليها الكرونو بيكيج راح تقدر انها تاخذ من الصفر الى المية في ستة فاصلة ثنين ثواني والسرعة القصوى بتكون ميتين وخمس وثلاثين ممكن انها يعدي ميتين وخمس وثلاثين بالراحة لو ناخذ المكان صار ثلاثمية وثمانين احصان وخمسمية وعشرين نيوتن متر العزم والتصارع من الصفر الى المية في اربعة فاصلة ثمان ثواني ولو عليها الكرونو بيكيج راح يصير اربعة فاصلة ثواني والصنعة القصوى ميتين وستة وخمسين كيلو متر في الساعة اما لو جينا المكان جي تي اس اللي هو الكنك نفس المحرك اللي بيكون في المكان اس اللي هو الـ 2.9 او الـ 2900 سي سي تيربو 440 حصان 550 نيوتن متر العزم والتصارع من الصفر الى المية في اربعة فاصلة خمس ثواني ولو شغلت الكرونو بيكيج راح ياخذها في اربعة فاصلة ثلاث ثواني والسرعة القصوى 270 كيلو متر في الساعة ارقام جميلة ارقام حلوة طيب خاطرك وتخليك فعلا تقول انا ما اخذ بورش كل المحركات هذي مربوطة مع جير PDK اللي هو الـ 7 سرعات اللي بيكون اداءة غير عادي بلمح البصر تسوي الـ بلمح البصر تسوي الـ ويعطيك احلى نغمة من الاكزوز اللي اربع فتحات واللي راح يعطيك الصوت الجميل اللي تتعود عليه من السيارات الرياضية خصوصا في المكان جي تي اس بعد عشر سنوات من النجاح الباهر والنجاح الاستثنائي مع البورشا مكان فكرت البورشا في الجيل القادم واللي هو الجيل الثاني وكل الناس كانت تتوقع انه بيكون فيه محرك كهربائي ولما اطلقت البورشا واعلنت عن البورشا مكان الجيل الثاني كانت فعلا توقعات الناس صح راح يكون المكان الجديد كهربائي بالكامل والجميل انه راح يكون تصميمه روعة تصميمه ما يحسسك الناسيارة هذه مختلفة عن الدي اناي حق بورشا او الحمض النووي حق البورشا شكله من برا خرافي جميل يعطيك الشكل الكوبيه بوجهة نظري انها ابدعت في تصميمه الخارجي واكيد من الداخل لا يقل جمال عن الخارجي وطلعت في البداية راح يكون في سيارتين اللي هو المكان فور والمكان التيربو المكان فور راح يكون طبعا محركين امامي وخلفي المكان فور راح يجي اربعمية وثمانية حصان وستمية وخمسين نيوتم متر العزم اما المكان تيربو واللي بيكون اعلى فئة فنتكلم على ستمية وتسعة وخمسين حصان و الف ومية وثلاثين نيوتم متر العزم ارقام تخليك فعلا تحبس انفاسك وتقول متى تطلع السيارة هذه ومتى اجربها في الحلبة واطلع هالاحسن اللي موجودة في هالسيارة ان شاء الله اننا نستضيفها معانا في يوسف شو في يوم الايام لما نتوصل دول الخليج واللي متوقعين ان ان شاء الله توصل الكويت في نهاية هالسنة البورش في الكويت مسوين عروض جميلة على جميع فئات البورش المكان للي حاب انه يزورهم او انه يحاب انه يمتلك اخر اصدار من الجيل الاول من البورش المكان واللي عدلت فيه لما خلت السيارة هذه ولا غلطة فلو اخدت البورش مكان من الكويت اكيد رح تاخذها مع ضمان ثلاث سنين ومع صيانة مجانية ثلاث سنين تاخذ السيارة هاي ثلاث سنوات وانت مرتاح البال يمكن تكون شهادتي مجروحة في البورش مكان وكنت من اول الناس اللي جربتها جربت المكان المكان اس والمكان جي تي اس والمكان تيربو كل سيارة لها كاركترها الخاص وقلت السيارة هذه رح يكون لها نجاح غير طبيعي اتكلم على 2015 اول ما نزلت اول جيل قبل لا يكون في جي تي اس وكانت الكثير من الناس تقول لا احنا متعودين ان السيارة تكون كبيرة وشرحة وواسعة وهذه تعتبر صغيرون وما نتوقع انها تنجح وانا في ذلك الفترة قلت السيارة هذه رح يكون لها نجاح باهر وفعلا البورش احتفلت بنجاحات السيارة هذه سنة عن سنة اتمنى انكم استمتعتوا معاي في حلقة اليوم عن البورش مكان ونشوفكم ان شاء الله غدا مع سيارة جديدة وحلقة جديدة وفمان الله